أنا ممكن أخلي هذا الجريد متغير وأخذ القيمة من المستخدم، أطلب من المستخدم أنه هو اللي يدخل القيمة على حسب الدرجة بتاعته. المهم يعني الشرط بطريقة ما، لكن ليس هتنفع للأسف في الدارت بد. تنفع بنا وأنت بتعمل على حاجة مثل إنتلجي أو فيجول ستوديو كود، مثلا بتكتب حاجة لغة دارت، يعني برنامج على الجهاز. المهم، ممكن هنا تأتي إليه والله لو الجريد بتاعته أو الدرجة للمستخدم دخلها دي أكبر من خبسين، أنا عايزه يعمل إيه؟ عايزه يطبع، يطبع على الشاشة كلمة إيه؟ مثلا نقول ساكسيدد، ساكسيدد، مثلا، وكذا، إلس بقى لو هو مش أكبر من خمسين ما هو، لو مش أكبر من خمسين يعني أقل من خمسين، إلس بقى أقول له والله إطبع لي برينت فيلد، أنت راسب، ولا عيزه بالله، أنا عرفت متغير اسمه جريد، وحافترض أن المستخدم دخل له قيمة سبعين، تمام؟ أنا في الحالة دي سبعين، هو سيأخذ طبعا البرنامج سيأخذ في سبعين، سبعين أكبر من خمسين، أي وأكبر من خمسين، فاللي سينطبع على الشاشة إيه؟ ساكسيدد، فخلونا نعمل ران كده ونجرب، هللاقي إيه اللي سينطبع على الشاشة؟ ساكسيدد، طب خلينا مثلا السبعين دي بدل سبعين، تخليها أربعين، فإيه اللي سينطبع على الشاشة؟ سينطبع طبعا فيلد، طبعا الاف كونديشنز شغلت زي الفل، طب والله أنا عاوز أقول له، والله أنا عاوز أعمل إيه؟ أعز أعمل محاكاة للدرجات اللي هي في الجامعات، اللي هو مثلا أكبر من خمسين وأقل من خمسة وستين يبقى مقبول، فير، لو أكبر من خمسة وستين وأقل من خمسة وسبعين يبقى مثلا جود جيد، Microsoft Word 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 أقول له لو الدرجة أكبر من خمسين بس لا أنا أريد أقول له لو الدرجة أكبر من خمسين وأقل من خمسة وستين ودي ancestفا أنت ينفذ الي بين القوسين أمأ? يطبع مقبول يعني أنت يطبع لما الدرجة بتاعتي تكون أكبر من خمسين وأقل من خمسة وستين طيب لو أكبر من خمسين وأكبر من خمسين وأكبر من خمسة وستين ما حققش الشرطين وقتها إيه؟ وقتها مش حينفز إلا في القوس أو القوس ده ما بقاش true LSF هقوله والله لو الجريد أكبر مثلا من خمسة وستين AND AND الجريد أقل من خمسة وسبعين أنا عايزك تطبع لي جود مثلا ده جيد LSF بعد كده عايز أعمل شرطة تانية أقوله والله لو الدرجة أكبر من الخمسة وسبعين خلاه أكبر من أو يساوي بقى ده أكبر من أو يساوي وده أكبر من أو يساوي أكبر من أو يساوي ال خمسة وسبعين AND AND الجريد أكبر أقل من خمسة وثمانين ده طبعا حنقوله أنه هو حيطبع على الشاشة إيه؟ حيطبع Very good جيد جدا Very good طبعا حاجة سريعة كده LS بقى أو نخليها LSF برضو LSF لو بقى الجريد بتاعتي أكبر من أو يساوي خمسة وثمانين طبعا الناس دحيحة الدفعات كلها أو الجريد أقل من المية أقل من أو يساوي بقى يعني أنه ممكن حد يجيب مية في المية أقوله والله أنا عايزك في الحالة دي تطبع له يعني ربنا يرزق لجميعا كده الامتياز في كل حاجة تطبع له امتياز print مثلا اللي هو امتياز excellent 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 دي الحاجة نتا بتطبعها LS بقى اللي هو يعني لو ما جابش أي حاجة من دول اللي هو بالتحديد أصغر من خمسين فاللي هو هنطبع عن print failed شخص فشل نجحش ببساطة أنا لو دخلت ال great هنا 40 فالشخص ده المفروض يكون failed فأنا لو عملت run هلأقي ايه في النهاية هلأقي failed للأسف طب خلينا ال40 دي مثلا 55 مثلا المنطق اللي هينطبع اللي هيا ما بين ال 50 وال 65 صح كده أو دعم مش مشغل ران لي في مشكلة أعتقد النت تمام طيب فين 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 المفروض كده هو تقريبا في مشكلة أصلا print a string representation of the object to the console طيب المهم المهم فprint print 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 فالمفروض أنا خلوني أعمل له refresh كده من شكل سريع شو ما عندس بعد else كده أه رأي وده بكتب لو كتبت else من غير القوسين اللي بعدها ما بيرانيش عندي else من غير القوسين اللي بعدها دول آه انت أصدق كده أصدق كده أصدق صح كده لما بنعمل run شغال عد زيال full الفكرة أنه هو القوسين دول اللي ما يعرفش يعني كده المفروض بنحطهم لو بنحطهم بشكل default أو اللي هو الشكل الافتراضي بنحطهم أو لو جوه الآلس أو جواهم أمر واحد بس فحنا مش محتاجين القوسين بس بشكل default خلينا نحطهم على دول آه طيب الآه الجريل عندنا 55 طلع لي fair ده منطقي منطقي جداً مقبول لو جاب 55 طيب لو جاب مثلاً 67 طبيعي جداً حيطلع لي good آه طيب لو خلناها أطبع بقى very good أيوا كده لو خلناها بقى شخص ما شاء الله عليه 98 في المية طبعاً حيطلع اكسلان امتياز تمام؟ آه ده بوسطة جداً استخدمنا الاف conditions في على حسب طبعاً الدرجة اللي المستخدم دخلها طيب 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 سويتش مثلا لو حد حابب ان هو يستخدم نفس الطريقة انا ممكن نقول مثلا انت اكس بيساوي عشرة مثلا وقوله والله سويتش في حالة المتغير اللي انا هسويتش على اساسه او هبدل القيم بتاعتي على اساسه اقوله والله الكيس لو المتغير اكس ده بيساوي عشرة مثلا او بيساوي خليها مثلا خمسة الاول والله لو خمسة برينت مثلا اساسه الامر 5 مثلا تمام؟ وأقوله في النهاية بريك يعني بعد ما تطبع اساسه الامر 5 اطلع من برسويتش تمام؟ اقوله والله لو الاكس بيساوي المتغيرة الاساسه اكس ده مسلا بعشرة هقوله برينت اساسه الامر 10 مثلا وبعدين بريك وقوله والله خلاص انا اعاوز اشوف القيمتين دول بس فأقوله ولكن لو انت دخلت له اي قيمة تانية بقى حاجة اسمها الديفولت تمام في الديفولت بقى اي قيمة تانية اطبع لنا مثلا تمام وبعدين طبعا برضو لو خلونا نجرب احنا مدخلين الاسب بعشرة هنجرب كده هيطبع لنا ايه خلونا ندخلوا خمسة خلينا مثلا ندخلوا مية مثلا فخلونا نقول المفروض ان بس تمام يعني طبعا في بعض الالعاب على السويتش بس احنا مش هنلعبها بس انا بوريكم بس الكنتكست او اللي هو السنتكس بتاعه لغتدار تماشي ازاي